أمسارة تقول أنا سمعت أثرا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الركعة الثالثة من صلاة المغرب كان يقرأ ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة قبل أن يركع رضي الله هل هذا صحيح؟ الجواب لا فيما أحفظ أن هذا ليس من هدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن يكون قراءها اتفاق هكذا من دون قصد وإنما مرت علي هذه الآية من سورة آل عمران ربنا لا تزق قلوب قراءها في صلاة المغرب والمعلوم بأن الركعة الثالثة يقتصر فيها على قراءة الفاتحة وما يزاد فيأخذ الفاضلة قد يكون سماعك أو سمعك قد أخطأ قد يكون يعني ذكرت هكذا من دون زمام ولا خطام من كتب الوعظ مثلا وكتب الخطب خطب الجمعة التي في الغالب الأسف الشديد ما يركز فيها على صحة الأحاديث والآثار فلا تفعلين هذا يا أخت الفاضلة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي بعد هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي الصحابة الكرام لا سيما الأربع الخلفاء لإما الحنفة وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فما ثبت عنهم في حدود الطلاع وعلمي أنهم كانوا يأتون بمثل هذا لا أبو بكر ولا من بعده